لبش نيلة على دا لبش نيلة على دي وشي؟ صبر لبش تعال تحقيقي ولا لبش تعلم حقا وازع له الشال لبيه عمت صباحا وخيرا اليوم عندنا فقرة محيط الشخص الفقرة اللي سويتها ولكن هذي ليس هي محيط الشخص بالضبط يعني شوي لنا تهمنا راه احتكبوا فا اولا وش هون اقول لك يا وازع وش يوب اغليك نقدر نقول هذي نبذة مصقرة من محيط الشخص وش هاب ابدا معك بوه يا وازع اه اه طيب تعال اقرأ بوريك شي هنا تعيش تعيش فلوصي ها ايخ الله وصلنا يوم سبعين تعال بوريك شي هنا جمع ذي يوم اه طيب شرائكم بيبه احوا انه وانسه يقول نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انا باتي خفيفة انت باتك قوية والله هنا شوية خلق اكمل خلق نكمل اه وازع احنا بيه شوان ابدأ معك وازع طيب طيب في شوها وديشات كياسة على تتفيك في شوها وديشات كياسة انا مقدم اشاورك بعدها ودي احشركي ايه اقوله انا ايه بشو شبوه ما بشو بشو عيد ايد ما شمعتك ترا عادة واضح كنت مكيف ايه جانلك Stay مما لا اقل ут مش كدها مش عد مش كدها مش كدها مش هال ما يقول ان طبيته ماك صح الدريب ما تفينه ما يخيدي ولا حسنك دير أيو ياس أد وصده هنا ما دريب هزي مثلا ما دريب سواء دينك والله صارت يوم فقرة محمد يومي قبل أمس كيف قبل أمس والأمس؟ أنت؟ أسألك بالله يو الله ما حد قال لي هلو؟ والله ما حد قال لي صادق من أعلمك؟ نعم أسألك بالله يو الله قوله قوله بطوة تعالى صادق أخنا نتأكد وشي ما علومه؟ ما علم نرجع المحورنا يو الله سوف نحن 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 نقول ما عليك باق طيب يا واسل هل تتفق بمقولة الصديق وقت الضيق ايه طيب فيه موقف جاك ايه نعم أسمح أنا أكمل أمس أمس أكبر ضيل أمس وش صار أمس؟ أسأل نفسك وش؟ مو أسأل نفسك أنا قاعد أسأل لا أسأل نفسك هل أسأل نفسك لا يقول لا لا خلاص يالله وش؟ ايه نعم وش الموقف؟ لا آقا مستحيل أقولها وش هو؟ لا لا أنا عارفه ايه تعارفه أشألك الله؟ قبل أمس وصار أريد تقول لا تتكلم أمس سعى كم؟ يوم خرب نومي يوم سحية تفجر ايه خلص يوم جاء الأيام جيدين تجام حمد كبير ايه ايه حلو ايه ايه اشترك اقوله في صوت الخمز لا لا ايه طيب يا وازع هم هل تتفق بمقولة ان في كل ضيق نخسر صديق تتفق ضيق نخسر صديق لا يعني ما تتفق بالمعلومة حلو طيب انت وازع حسب تحليلي الشخصي لك انت تحب انك تخفي عاطفتك وتظهر انك قوي قدام الناس شو ردك عن موضوع هذا؟ صح وليه وشا السبب؟ ما ادري بعض الناس يرون اذا شافوك يعني زي ما تقول عاطفي انا عاطفي انا عاطفي نعم نعم اذا يعني شافوك كل شوية تزعل ولا ضيق على اشياء اعتافة مثل اشياء اللي صارت الياخر الايام وانت عارف الشيء اذا حلو اه يمكن تظهرك الناس يقول يعني شوي كيف اقولك كيف اقولك كيف احسنها ما ما شخصيه يعني طيب وازع انت سريع الانفعال احيانا احسن العصد لا لا انا اعرف الموضوع هذا بس بك تبرر لي ليه ايه تعب الناس شون؟ تعب الناس تعب الناس؟ شون تعب الناس؟ يوب ها؟ تعب الناس اشتخذ تعب الناس؟ ما ادل ها؟ اعلمك اخر لا شوف فازا ما بك تتكلم لي عن المواضيع حصالته اتكلمك بشكل عام اللي هو انك تنفع الاشياء تافع حين كنا انا اذا شفت نفسي مستانس ونفسيتي عال العال امين سبحان الله ها بيخربها بنفسي ها لحط شي لا فيني لان اشيت اني مستانس ونفسيتي عال العال يعني سبحان الله اروح هشوف اتوه موضوع واجعل عليه هذا الشي لا مهين طيب يا وازا كم شخص قريب منك هنا في البرنامج؟ كم شخص قريب منك في البرنامج؟ محمد المسددي محمد الطوالة محمد بندر انش عليا طيب الاشخاصة دولة هل ترى بان المدة اللي هي تقريبا ثلاثة وسبعين يوم؟ ها انت ما كنت تعرفهم قبل البرنامج الاشخاصة دولة صح؟ اثنين ثلاثة اللي ما عرفوا من اللي تعرفهم قبل البرنامج؟ عرف حمد نشردي لا عرفته قبل البرنامج بكم يوم؟ لا بيني وبينه ما عرفه كيف قبل كم تقريب؟ قبل الامكن شنة كان تجمع بيني وبينهم بعض العمال لكن اعمال مليج لدي تهمت؟ علاقتك مع رسمية بحث؟ نعم مون الشخص الثاني اللي كنت تعرفه؟ محمد المشردي وانش كذلك طرع اناش كذا مرة اشتمعتني في كذا حفل لكن ما عرف رسمية؟ اي رسمية اي رسمية اذا اتكلم انك ما عمنت عليهم عرفتهم الا في البرنامج؟ لا ميانة نفس البرنامج لا طيب هل ترى ان الثلاثة والسبعين يوم هذه مدة كافية انك تثق بالشخص؟ اول اشخاص اللي ذكرتهم؟ ايه؟ تشوفهم مدة كافية؟ نعم حتى من اول ثلاثين يوم عرفتهم طيب ان ما اصار لك مدة تعرفه؟ ممكن يتغير عليك بعدين؟ انا قاعدت انوية ثلاثة سبعين يوم ما عرفت قصر هو كل علومة عندي اه اندي علاة ادري اذا هو زعل من جلسته من كلامه ادري خلاص لا جوال ولا شيء انوية كذا سبحان الله فهمت؟ نعم فخلاص عرفت مواري الرجال هذا وش مواري؟ وعرجت رجال هله يبي خوة هله يبي خوة برنامج هلو يبي خوة ما بعد برنامج فهمت؟ هله اخوي ثقة فهمت؟ افضوا الناس اللي اللي انا اعرفتهم زين وعرفوني زين طيب بعض الناس عاردتهم زين لكن ما اعرفوني زين في برنامج للحين منهم؟ لأشواني ما ذكرتهم هم يعرفوني زين لكن ما عرفهم أنا زين هم يحبوني من الأسمال ذكرتهم؟ لا بعيد بعيد حتى مناعي ذكرها باشم فارش قالوا نحب الرجال ذا ولكنه ما يعطانا من محبته سلطان قالها يقدروني الله طيب 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 حديثك بقى عندك شي تبتقوله لا خلص أكمل لا خلص طيب وازع ما تحس أنه قلط أن الناس تحبك أو تغليك لك معزة خاصة بقلب الشخص هذا ويقول أنك هالكلام مثلا وازع ما أعطانهم الجهالة ما تشوف نفسك متكبر هذه صراحة من الأشياء اللي فيني اللي أنا ما أحبها للرجال اللي قدرني ويحبني ويغليني على الصعيد الشخصي ولكن نسبح الله أنا ما أعطيه ما أبادل هالشعور أردت ولكن إذا جاني في أي أمر من الأمور يعينني يلقاني فهمت؟ ولكن نسبح الله أنا ما أقدر أبادل هالشعور أنا فيه وكذلك وكذلك مرة يجوني الناس وجوني قالوا أنت أنك يعني كيف أقولك أنت تشوف نفسك إذا مدحناك قلت لا والله لكن أنا سبحان الله فيني شي ذا أنت لو تبين غلاءك ومحبتك وتقديرك سبحان الله خلاص قدر جدا يقدرني خلاص يعني حسني شبعت خلاص فهذا كيف؟ ولكن الطبيعة فينا الأشخاص اللي يقدروني ويحبوني على الأسماء اللي ذكرتها لك علاقتي معهم جدا قوية ما علي يكلم البث بعد البث يجمعنا احنا وياهم اجتماعات وصايح احنا هم شيباننا ويعطونهم الكلام ولكن هذا الطبيع اللي فيني اللي أنا ما أحبه اللي هو الواحد اللي قدامي يقدرني ويغليني ولكني ما بادل هشعور ذا طيب يا وازع هل تمثلك الشجاعة الكافية انك تجاوبني على السؤال الجاي؟ هم قولي شاء الله وازع انت تصنع انك تكون مضايق اذا شفت احد مضايق ليه؟ تصنع انك تزعلال عشان شو قدامك يعني مثلا تقول انا تضايقت من ضيقتي الشخص وهي تصنع انا متصنعها ايه ما عدري ولكن هل هي تصنع؟ لا ما انا ما ما يبتصنع اني انا سبحان الله اذا شفت واحد اه اه خاصة معناه البرنامج هنا تأودنا تأودنا بعضنا اه اه اذا شفت واحد من ضايق اقدم لكن الشي اللي صايله 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 هذه السالة طيب كثير من الناس يشفونها تصنع اوازا مش ردك عليهم ما توقف كل واحد يرايه لكن انا الشي اللي عندي بقى اقولك اياه ولكن شف انا اذكرني تصنعت مرضه عشان بس الرجال الزعلان دا اه اذا شافني اضحك واني ما عطيت الموضوع حقه زعل مني كذلك فلازم اجامل ادف الموضوع عشان تمشي لله هذا هو على طاري المجامل يا وازا انت رجال ما تجامل ايه ما تشوف انك تجرح الشخص اللي امامك كلامك لا على القاسي احمد بالله سميت القاسي القاسي على قولتك لا يعني ما تشوف ان الكلام اللي يطلع منك الشخص اللي قدامك ويكون قاسي نوعا ما وانك تجرحه والله شيف انا من جاملتي ما اسميها نوعا او من نوع اني اكسي على الرجال بكلامي ولكن الرجال اللي بيخويني بيادري وش اللي فيش ما هو فيه قليش لا انا ما جامل كامل احمد طوالله اذا فيك بعض الأمور اعطيك اياها بوجهك سواء من البث او تحت البث اعطيك اياها انا ما عندي مجامل هابد ما اجامل طيب انت من الشخاص اللي تدمح زلة رفيقك ولا تروح تكلمه بها لا اكلمه اذا انا بي اكسبه اكلمته ما تشوف انه احسن انك ما تكلمه وتعديها كأنه ما شي صار لا احسن انه بتبقى في خاطري او اني بضيق عشان ما كلمت عشان ما اضل ممكن اشيل بعد علي اذا ما كلمته ونفقت عليه وصيحت عليه هو ساكت كي يقدم يقول الله ااسف خلص طاع اللي في خاطر كله اما اقعد انا وياه طولة الايام هذه زعلان عليه وما يدري لا هذه غلط غلط لي ونفسي تي انا ما اتكلم انك تكون زعلان و ساكت اتكلم انك تعديها عادي خلص خاطرك يكون بارد منها لا لازم تتكلمه انا مان من نوع اللي لها مرة تشالفة خاطري باردة لا نا كل موضوع يمر كل موضوع كمل كمل كل موضوع لازم شوي يعني اخذه اخذ بالله اضعت كمل السرسل ايش السؤال عند طي spot حتى السؤال ايه اهو انا نوجد السؤال ابتلي انطور captives حينا دقيقة سألوا كم سؤالوا اجي تعال تعال موضكن اجي الوهو اهو الهو او برصد